مدراحة بحرككم من جديد بعد سكان العمارات والعقارات بيكون عندهم جانب من الإهمال فيما يتعلق بالصيانة الدورية أن يكون هناك صيانة دورية للعقار أو للعمارة مش بس كده بيكون أيضا فيه إساءة استخدام للشقة وأساسها وده بيترتب عليه إشكالات مش بس ممكن تضر بالمظهر الخارجي للعمارة لا ده ورد جدا أن هذا الأمر يعني يؤدي إلى شروخات وتصدعات وتشققات ويمكن شوفنا ده في صدرهات كتير جدا من العمارات اللي وقعتها هلنا بنتكلم في حديثنا عن الإنشاء وبنتكلم كمان عن التصميم العمارة والطرز المعمارية المختلفة وطرق الصيانة والإنشاءات السليمة ومراعاة عرض الشارع زي ما بيقولوا كده والارتفاعات اللي مفروضة أن هي تطلع وهل العمارات مجهزة على أكواد للزلازل وتجهيزاتها المختلفة حتى للعوامل الجوية اللي بتختلف من محافظة إلى أخرى كل ده بيخلينا نتكلم عن طرز مختلفة وقواعد ربما في العلم للمعماريين وللمهندسين الإنشائيين دايما بيرعوها وبالتالي لازم كمان تكون في عمليات صيانة تالية لهذه المباني المختلفة الدكتور أسامة إنحاس أستاذ العمارة والصيانة والترميم بكلية الهندسة بشبرى نصبح على حضرتك ضيف كريم معنا في صباح الخير يا مصر أهلا بك يا دكتور خلينا نبدأ كده من البداية إحنا هننشئ أعمار مفروض نعمل إيه؟ يعني طبعا العمارة في ديها جانبين هو الجانب الإنشائي ثم الجانب المعماري يعني مفترض أن يبقى المصمم المعماري هو اللي بيصمم في البداية ثم بعد كده بيبتدي يدي للإنشائي يقدر الإنشائي بيحط كل العناصر الإنشائية من أساسات من أعمدة من كاميرات من حوائط يعني كل ده بيتحسب إنشائيا بيحسب فيه سلامة إنشائية بالنسبة للمبنى المعماري بيختص أكتر طبعا بالتصميم نفسه ثم بالتشتبات بتاعت المبنى سواء التشتبات الخارجية أو الداخلية ده فرق التخصص ما بين المهندس المعماري والمهندس المدني طبعا بتكلم على المهندس المدني اللي هو خاص بالمنشئات السكنية مثلا طبعا فيه التخصصات تانية فيه سكة حديد يعني فيه قصص تانية كباري يعني فيه منشئات مختلفة نتكلم على المنشئات اللي هي السكنية بنتكلم على دور المهندس المدني هو العناصر الإنشائية ثم المعماري التشتبات طيب فيه متعلق بالصيانة الدورية إزاي تحصل في ظل وجود بعض الناس اللي ممكن تعمل بروز تعمل إنشاءات زيادة الكلام ده إزاي بيأثر على أتاك؟ يعني هو طبعا فيه تصميم محطوط والتصميم ده طالع به ترخيص ولابد أنه يحترم لأن أي تعديل في الرسومات أي تعديل في الوضع الراهن أو الوضع القائم ممكن يأثر إنشائيا ممكن يأثر على المبنى وممكن يؤدي لانهيار المبنى يعني خاصة إذا كان الكلام ده بيتم بعيد عن المهندسين وبعيد عن أي جهة اختصاص طبعا مفترض أنه بيطلع ترخيص يبقى ملتزم بهذا الترخيص ملتزم بكل الرسمات اللي موجودة يعني تحت إشراف مهندسين متخصصين بحيث إنه ما يحصلش أي مشاكل لكن عادة ممكن يبقى فيه تجاوزات يعني كثير جدا من الأحيان أنت بصدقى واحد عايز يشيل حيطة في داخل الشقة عايز يفتح الحمام الصغير عايز يفتحها على المطبخ كل التعدالات اللي بتتمي دي قد تكون في مرحلة من المراحل المبنى ده تتحول من عناصر هيكلية هيكلية يعني مجرد مبنى هيكالي الإنشاء بتاعه بيعتمد على الأعمدة والكاميرات ابتدى يخش الحوائط تبقى شايلة لأي أسباب يعني ممكن يبقى مثلا فيه حصل تعليات مثلا في فترة من فترات فبالتالي ممكن يبقى الحائط في الحالة دي يتعنصر من العناصر الإنشائية وبالتالي لما يشيل الحائط ده ممكن يؤدي الانهيار المبنى يعني إحنا دايما مفهومنا إنه ما يشيلش عمود لكن كمان الحائط ممكن الحائط في كثيم الأحيان وفيه مباني كثيرة جدا مجرد أن تشيل حوائط حصل الانهيار لأن الحوائط دي مثلا كانت المبنى كان متصمم على ثلاثة دوار أو متصمم على مثلا أربعة دوار ثم زاد ثلاثة دوار تانيين ثم زاد ثلاثة دوار تانيين وكل الكلام ده طبعا العناصر الإنشائية بتشيل بعد كده العناصر الإنشائية بتعجز على النهاية تتحمل تبتدي المباني تبتدي تشيل معي وكان فيه العمارة اللي بدهر هيليوبلس اللي وقعت في الزلزال يعني كان تأثير طبعا سلبي لأنها كانت تلقاها ترخيص على أربعة دوار ثم زود أربعة دوار تانيين ثم زود أربعة دوار تلتين وبالتالي بقى 12 دور بدل أربعة دوار فأصبح العناصر الإنشائية خلاص مش قادرة تشيل ابتدى المباني بتدت تخش تبقى عنصر إنشائي كانت فيه مركز بتاع أشاعة حب يفتح حوائط طبعا يعني بتشيل حوائط جرى العرفة كده بتشيل حوائط مش حسر حاجة لكن في الحالة دية ده المفهوم الخاطئ ده المفهوم اللي هو الخاطئ يعني إنما في الحالة دية كانت خلاص بقى المبنى الحوائط الشايلة وبالتالي ممكن يحصل طبعا وممكن حد يقدر يشيل عمود خرصانة يعني أنا أعرف أنك تقدر تشيل حيطة لكن العمود الخرصانة هل يسهل إزالته بحسابات ممكن تشيل عمود الخرصانة بس لازم يذبك الكلام ده يبقى فيه حسابات إنشائية بتؤكد إن هذا العمود لما يتشال حيحمل على أعمدة تانية ويبقى الأعمدة التانية دي بيبقى ليها أمصان أو ليها تعديلات بحيث إنها فعلا تصلح عن الكلام يعني ممكن تشيله بس ما يضرش توزع الحملة عليها ما يضرش بس توزع الأحملة على أجزاء تانية بس طبعا الكلام ده لابد أنه يبقى ليه حسابات إنشائية يعني المهندسين اللي يعملوا بكلام مش مجرد مقاول ما يبقاش فيه مهندس ما دي مشكلة طبعا لأن يعني لابد أن نلجأ لأصحاب الإختصاص لأن لو أنا عايز أعمل حاجة داخل البيت ويتبقى سيف بالنسبالي وتبقى آمنة يبقى لابد أن أنا ألجأ للإختصاص طب هعرفه زي؟ هو أنا لازم يبقى معايا الرسم الإنشائي بتاع الوحدة بتاعتي مفترض أن أنا يبقى معايا على الأقل التوزيع بتاع العناصر الموجودة وإذا خدت أنا بشتغل الكلام ده أو بعمل تعديلات من خلال كومباوند أو من خلال عناصر الرسومات موجودة يبقى أفضل لكن إن أنا أشيل حوائط أو إن أنا أشيل أي عناصر موجودة داخل المبنى وبدون رسومات طبعا دي قطر جدا سعادة للعمرات القديمة يمكن مصطفى بيتفق معايا في نفسها للعمرات القديمة أوي أو اللي قاعد في بيت والده أو والدته مثلا من زمان ممكن ما يبقاش معايا الرسومات الإنشائية إذا ما كانش معايا رسومات الإنشائية يبقى يلجأ المهندس وهذا المهندس بيقدر يفحص المبنى وبيقدر يقول والله المبنى دو الارتفاعات بتاعته آمنة ما حصلش زيادات في خلال الفترة العمرية بتاعت المبنى وبالتالي العناصر الإنشائية كما هي المستوى بتاع العناصر الإنشائية لأنه ممكن يكون مثلا تعرض للرطوبة ممكن يتعرض لمثلا هبوط نتيجة مثلا واحد حفر جنب منه علشان يطلع بعمارة فحصل التربة حصل فيها لتأثير يعني كل دي بتبقى حالات المهندس اللي بيبقى واعي بيها لأنه يعني حضرك بيبقى الشخص واعي بالشقة بتاعته لكن مش واعي بالمبنى كله على بعضهم مش واعي بالجران اللي حواليه فإذا ممكن يبقى فيه تأثيرات سلبية من اللي حواليه طب أنا لو استلمت الشقة على المحارة وهي فضية خالص وده أتأسس إزاي أضمن أن أنا أأسس صح من غير ما يحصل أي تأثير على الشقة مستقبلا يعني إذا كنت أنا استلمت الكلام ده على الطوب مثلا يبقى أنا لو عايز يعني أشياء المزبوط لازم أجيب مهندس المهندس هو اللي حيقول لي والله ده فيه طبقات عزلة لازم تتحط طبقات عزلة دي للحرارة للرطوبة طبقات عزلة للصوت يعني بحيث يبقى الموضوع يبقى سليم علمي يبقى بشكل علمي الطبقات العزلة للرطوبة دي يعني بتهمل وهي من العناصر المهمة جدا طب ولو معيش فلوس المهندسين أعمل إيه؟ لو معيش فلوس المهندسين يبقى ما أعملش أسر حقيقي حقيقي يعني لأنه ممكن تعمل متبوض يعني 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 مش معاكش فلوس يعني إذا ما كانش معاك فلوس وعايز تأسس الشقة تبقى حتتأسسها إزاي؟ ما أنت ممكن تأسسها أو تقفلها وبعد كده بقى المشاكل اللي هتجيلك هتبقى أكتر كتير جدا من تمام المهندس اللي أنت وفرت أنت وفرت تمام المهندس لكن شوف بقى المتيريا اللي أنت صرفتها ونتحطتش مظبوطة أو ما حطتهاش خاصة من أصله شوف الرطوبة اللي هتجيلك من الأعمال التغذية والصرف شوف الإدراجات الحرارة والعزل الحراري إذا فيه عندك مشاكل كتير جدا وإنت النهار ده كل المتيريا اللي أنت بتستخدمها غالية ما هيش رخيصة فإذا أنت يعني بتوفر مهندس ده المهندس ممكن يوفر لك بالقامات يعني ممكن بقى دليل بالنسبة لك أن أنت تنطاقي الخامة السليمة المناسبة للحالة ودي في حد ذاتها ده توفير يعني عنص الاقتصاد في الهندسة ده عنصة مهمة جدا فأنت ما تتصورش أن أنت كساكن أن أنت حتوفر المهندس يبقى خلاص أنت كتبت لا أنت العكس أنا شاف أن أنت بتبقى خسرت طب دكتور أسامة هو فيه سيونة دورية أنا مفروض أن أنا أتابع فيها أي منشأة سكنية للأساسات لعمرها لأي تشأوات ممكن تحصل فيها تغيير في البنية الأساسية بتاعتها مثلا مواسير صرف الحاجات دي أو أشوف أحداك الصيانة تبتدي من أعمال النظاف لأن مجرد أن الواحد بينظف الحاجة مجرد أن الواحد بيتابع الحاجة بشكل دوري يبقى لو في أي تغييرات حصلت أو ظهرت بالنسبة لي حقدر أن أنا أتابعها فمهمة جدا أن أنا أبقى فيه عندي صيانة دورية كل قد إيه إن شاء الله كل أسبوع لو بيت عيلة أو العدد محدود من السكان ممكن الاتفاق يكون سهل لكن لما بتبقى عمارة كبيرة بيبقى يعني زي ما نقول كده ملهاش رئيس قوي علشان نتفق على حاجة لما تبقى عمارة كبيرة القوانين حصل تعديلات فيها والنهاردة بقى فيها عندي اتحاد شاغلين عندي اتحاد ملاك يبقى إذن حيبقى فيه شخص منوط به الموضوع لو رئيس الاتحاد يعني بحيث أنه يتولى عمال الزيارات الدورية يعني لازم إن حد يزور المبنى ويلف في المبنى ويشوف أجزاءه إيه يعني حقدرك مثلا لو في البيت يعني ست البيت بتشوف أثناء النظافة بتشوف الحمام المطبخ بتشوف العناصر الأرضيات كل العناصر ديت إذا ظهر ما هو جديد سواء شرخة بسيط سواء رتوبة ظهرت يبقى لابد أن أنا أبتدي أبحث السبب طب إيه الأسباب اللي ممكن تأدي لشرخة أو تصدع فيه أساسات البنز يعني طبعا الأسباب متعددة لكن بالدرجة الأولى طبعا أعمال التغذية والصرف الصحي يعني وجود المية المية عنصر من العناصر المهمة جدا واللي هوا مدمر فيعلا لكل العناصر للأن وجود المية سواء للأرضيات يعني لو عندك أرضيات خشبية لو عندك حتى لو أرضيات سيراميك ولا حاجة أظنوا المية تبتدي تمشي تحت السيراميك في الرمل اللي موجودة في المولى اللي موجودة وتبتدي تطلع عن الجدران تبتدي تطلع عن الحواء تبتدي تطلع البياض تبتدي تطلع عن دهنات تبتدي لو فيه تجاليط خشبية تبتدي تتلفها hypothesis لتالفيات بتبقى واردة لو عندي سقف نهائي واللي ساكن في سقف نهائي وما عندوش طبقات عزلة كافية سواء للرطوبة سواء للحرارة ممكن طبعاً السقف دو تتأثر بشكل سلبي وبصني أن المية تبتدي تسترب لأجزاء المبنى والأجزاء الخرسانية اللي هي فيها الحديد ممكن يبتدي الحديد يصدي فمع الوقت يبتدي الحديد لما يصدي يبتدي يزيد الحجم بتاعه يبتدي يضغط على الكفر بتاع الخرسانة أو يعني دايماً الحديد بيبقى فيه تحت 2 سنتي أو 3 سنتي الـ 2 سنتي اللي تحت الحديد داية ممكن لما يصدي يضغط عليه أبصر يبقى فيه عندي شروخ موجودة بالشبكة بتاعت الحديد اللي هي شبكة تقريباً بتبقى 20 سنتي في 20 سنتي ثم بعد كده لما يزيد الحالة يبتدي ينفصل طبقة البيض يبتدي تنفصل طبقات الخرسانة يبتدي يحصل الانهيار فالانهيار بيحصلش فجائي الانهيار بيحصل وليه علامات محتاج حد بس يبقى مهتم وفهمه كماناً شكل الشروخ والتشققات لها معنى عالمياً عندنا طول ولا عرض ومشي زي جنب عمود ولا تحت كامر حاجات يعني الشروخ ميلة الشروخ الرأسية كل شرخ من دولة ليه معنى بالنسبة لنا في الهندسة وبالتالي وله طريقة علاج أه طبعاً ليه طريقة علاج وليه دلالة الأخطر إيه؟ الأخطر طبعاً الشروخ العرضية لأن الشروخ الرأسية هي دلالة أنه ممكن يبقى فيه مشكلة في الأسات لكن ده ستل وده ستل يعني ده واقف وده واقف حصل ممكن هبوط التربة نفسها ممكن تخلف هبوط في التربة غير متخافئ لو حصل الهبوط دوت وحصل كسر بقى في الميد أو كسر في الكامرات طبعاً دي مشكلة كبيرة جداً ممكن تؤدي الانهيار فإذن الطبقات اللي هي بتاعت التربة واللي ممكن يحصل تسرب لها من خلال مية من خلال زرعة يعني فيه ساعات جناين وبتاعة والناس بترش مية وتبتري كلام لو حصل المية زادت قوي وابتدت التربة اللي تحت الأساسات تبتدت تتخلخل وتبتدت تهرب من المكان طبعاً تبقى مشكلة لو فيه التربة دي تفيها طفلة يبقى فيها مشكلة إذن فيه عندي يعني تنوع المشاكل بتخلينا ما ينفعش إن رابة البيت ولا شخص مثلاً يحكم على الموضوع لابد إن يبقى الجانب الهندسي يبقى معانا المهندس يبقى ليه دور بتاعه يعني اللي يبني مثلاً في ممطقة زراعية قديمة زي المريوطية أو كده غير اللي يبني في جبل المؤطم؟ آه طبعاً يعني اللي يبني في المؤطم فيه سخور موجود لكن فيه السخور دي وسطها طبقاً طبقات طفلة فإحنا عايزين اللي بيحفر يتأكد عشان كده لما بناخد جسات أو بناخد يعني بناخد عينات من التربة بننزل ناخد عينات من التربة مثلاً بعمق 10 متر أو 15 متر حسب الارتفاعات المستهدفة إن أنا عايزة أطلحها بقدر أعرف إيه بالظبط طبيعة التربة دي وبالتالي طبيعة الأساس وبالتالي طبيعة الأساس وبالتالي أنا هأسس على إيه بالظبط يعني فيه عندي مناطق مثلاً زي بورسعيد وزي السويس دي فيها شعاب مرجنية طبع أنا هأسس على شعاب مرجنية وأحسن الانهيارات وارد البحر اللي أحب وما كدرت بالترع طبعاً في حاجات تبقى أنا مقدرش أن أنا أس على الردم الردم ده في حد ذاته تربة ما هيش يعني مستقرة وبالتالي ممكن بقي فيه عندي طرق تانية في حاجة اسمها إحلال تربة وإحلال تربة ما كانت تربة اللي هي يعني فاشلة أو ما هيش مظبوطة على أن هي تشيل الأحمال ممكن أن أنا بجيب تربة زلطية وليها طريقة علشان يعني أجيب التربة دي بمواصفات أدكها بمواصفات كل 25 سنتي طب ده مش هديني تكاليفة عالية وبالتالي هتتعلق على سعر إذا كنت أنا أعايز أأسس في الحتة دي يعني أأسس على ترعى أو أأسس على رد طبعاً دي مشكلة فبالتالي يعني محتاجاً اختيار الموقع الموقع في حد ذاته يعني لما نشوف مثلاً زمان كان المباني بتتبني فيه فوق الهضاب يعني السلطان حسن عمره دلوقتي أكثر من 750 سنة جامع السلطان حسن طب ده مبنيئة على جزء من الهضب بتاعت المؤطم يعني بحيث أن أساساته على حجر على حجر اللي جامع أحمد المطلون فوق جبل ياشكر فهو منطقة سخرية فإذا انتقاء التربة وفحص التربة اللي أنا بقى السعليها ده 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 يعني من زمن الزمن طبعاً كده كل الأبراج اللي على النيل ما وقعتش ليه الأبراج اللي فين اللي على النيل على نهر دي لا الأبراج اللي على نهر النيل فيه التربة بقى فيه محتاج أن أنا يعني إما أن أنا بأسس هو يتبقى طبقات التأسيس بتاعتي سطحية أو أن أنا أبتدي بقى لما يبقى فيه إبراجي يبقى حوصل لتربة صالحة للتأسيس فممكن أن أنا ننزل عشرين متر وثلاثين متر عن طريق بايلز يعني عن طريق أن بقى في عندي خوازي بتتخلل التربة والتربة الضعيفة ده خلاص أنا بأسس عليها وبنزل على تربة صالحة للتأسيس ممكن يبقى عشرين متر ممكن يبقى عشرين متر ممكن يبقى عشرين متر يعني أنا في ماليزيا كنت نزل في قتلوك الأبندكس بتاعه كان نزلين عشان يعملوا جسات على بعض مية وخمساشر متر فإذن يعني كل موضوع للنوم يطلعوا بارتفاعات عالية أو يعني ما أضعش نعمل مثلا بورج زي بورج خليفة وبدون ما تبقى أسساتي تبقى موجودة ونازلة تاعه ممكن تبقى أسساتي مرتكز على بعض مية وخمسين متر مش قبل من كده شكرا كوريطور دكتور أسام النحاس أستاذ العمارة والصيانة والترميم في كلية الهندسة بشمرة شكرا جزال لحضرتك يمكن نورتنا وتكلمت عن أهم النصائح اللي مفروض نعملها يعني أثناء تأسيس أي مبنى جديد ونتجنب إزاي أن يحصل أي تأثير في الأساسات بتاعته شكرا جزال لحضرتك شكرا كمان لازم حضرتكو تعرفوا أن أي حاجة بسيطة بتظهر في الحوائط أو في أي تعديلات تعيزينها لازم تلجأوا لحد متخصص علشان سلامتك وسلامة المبنى وسلامة الأرض